خلينا نبدأ بالشأن المحلي وبالفتتاح طبعاً سيد الرئيس النهاردة ليه عدد من المصانع ومصنع تنظمية الحربي شفت النهاردة يعني هذا المشهد إزاي وانا عارفة إنه ملف التصنيع حياتك مهتم بيه بشكل خاص لا طبعاً أنا كلامك صحيح أنا مهتم وغيري يعني مهتم بفكرة أولوية تصنيع الشام للبلد واعتبرها مفتاح مفتاحاً لكل شيء مفتاح أولاً لانتقال من التخلف إلى التقدم ومفتاح لتنمية الصناعة بنسب طبعاً كما قال بعض ضيوف السابقين نتصل إلى 40 إلى 50% على الأقل هذا من شأنه إحلال واردات يعني اتنين فتح طاقة هائلة جداً للتصدير واستثمار حقيقي لموقع مصر الجغرافي والسياسي في قلب دوائر متعددة مرشحة لأن تكون أسواقاً للصناعات المصرية ثلاثة التصنيع في ظني وهذا عنصر ثالث لا يلتفت إليه كثير من الناس هو الذي يتيح فكرة خلق مجتمع جديد من قلب المجتمع القديم لأن الناس لا تتطور لا بالوعز ولا بالإرشاد ولا يعني في النهاية لابد من الربط في كل موضوع ما بين الأوضاع الواقع والخطاب المواجهة لا إمكانية لتجد أي خطاب في ظل يعني الإبقاء على أوضاع التخلف أو تفشي الفقر أو الأخضر ففكرة التطور والدفع الكبيرة إلى الأمام مرتبطة عندي ربما عنده غيري بأولوي التصنيع الشامل من سنوات وأنا أونردي بهذا الكلام وأنا من أسعد الناس الحقيقة للتطورات الحالية لأن ألحظ في ملف التصنيع لأن ألحظ اهتماماً كبيراً جداً قبل افتتاح المصنع التلتمية الحربي بيوم واحد كان رئيس الوزراء هو الآخر يفتتح منطقة صناعية جديدة في بنها متخصصة على الأغلب في الصناعات الغذائية بحيث تستفيد من البيئة المحيطة والتصنيع طبعاً بيخلق فرص عمل من نوع مختلف فرص عمل دائمة منتجة تتطوي على إضافة قيمة وليس ما تعودنا عليه لأوقات طويلة جداً منذ مغادرتنا مراكز أو موقع الانتقال إلى التقدم إلى مواقع الاعتماد على الاقتصاد الريعي زي حد بيأجر شائطه بياخد إيجارها كده يعني يعني مثلاً كما هو معروف يعني تحولة العامل المصير الخارج عائدات الملاحة في كونات السويس أو السياحة أو إلى آخر هذا لا يعني إهمال هذه القطاعات باللقاء نحن تجد النهوض معه بس إلى وضع الهرم على قاعدته واستعادة الطابع الانتاجي للاقتصاد المصري لأن قيمة أي اقتصاد بمدى انتاجيته وليس بمدى يعني طبعاً في دول تعتمد على موارد طبيعية هذا كالبترول أو غيره هي حرة طبعاً وهي تتحدث طول الوقت عن ضرورة خلق قطاعات أخرى لكن مصر مرشحة أكثر من غيرها في النطاق العربي ونطاق المنطقة أنها تتحول لدولة صناعية متقدمة فاتها الكثير نعم يعني في مرحلة دامت عقوداً من السنوات لكن لا مفر الآن من محاولة اللحاق بسباق العصر واللحاق بسباق العصر يجري على أكثر من صعيد في هذه المرحلة رئيس الحكومة وهو يفتتح ليس فقط عند الرئيس سيسي وهذا مهم جداً عندي يعني أن تكون النخبة الحاكمة مقتنعة بأولوية تصنيع الشامل هو بحد تعبيره تحدث عن الصناعة باعتبارها أولى أولويات الحكومة يعني هذا هو التعبير طيب احنا شفنا النهاردة الرئيس بيفتتح مصنع 300 حربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في دخاء الأسلحة المتعددة والصغيرة والمتوسطة والقضائف شفنا أيضاً عبر الفيديو كونفرنس يعني الرئيس بيفتتح أيضاً عدد آخر من مشروعات الإنتاج الحربي الجديدة يعني منها 144 بنها 270 بقهة و3 تسعات بحلوان إلى أي مدى ده بيعزز يا أستاذ عبد الحليم من الصناعة الوطنية المصرية؟ لا ده طبعاً هذا يعزز مباشرة الصناعة الوطنية المصرية يعني أتذكر أن من سنوات طويلة يعني أربع سنوات أو نحو أربع سنوات كتبت مقالاً صبح على مصر بمصر ده طريق التقدم الحقيقي وليس أي طريق آخر يعني الدول لا تتقدم لا بالعقارات ولا 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 تتقدم بالتصنيم طبعاً نشر العمران والمدن الجديدة أو إلى آخر ويوسع مساحة المعمور المصري وهذا له صلة بكلامنا الكتير الطويل عن الزيادة السكانية يعني الزيادة السكانية نحس بقى في مصر أكتر من جراء انحصار الكتلة الغالبة من السكان في شريط ضيق حول النيل موروث تاريخي فكرة المدن الجديدة وإلى آخره بتوسع مساحة المعمور المصري بتأخذ من الصحراء لصالح التمدين أو التحديث هذا مهم جداً لكن كمان علينا أن نعي أن كل التقديرات العالمية الحقيقة الحديثة بدأت تعالج موضوع الزيادة السكانية من منظور آخر تماماً يعني كل التوقعات العشرين ثلاثين والبعد عشرين ثلاثين بتأخذ في حسابها الوزم السكاني يعني أخيراً الدول ذات الوزم السكاني الأسخل مرشحة لأن تكون أكتر تقدماً على لائحة النمو العالمي الصين طبعاً مثال معروف الهند أيضاً مثال معروف وإلى آخر مصر حتى في هذه التصورات والتطورات والتوقعات من بلومبرج إلى غيرها من يراقبون أحوال العالم في لحظة أذمات متكثرة يعني بتصل بعض التقديرات بمصر أنها مرشحة لأن تكون حتى الاقتصاد السادس في العالم إذا؟ طبعاً لن نتقدم من موقعنا الراهن إلى مواقع أمامية أكثر بدون التصنيع الشامل هذا لا يعني إهمالاً للزراع كما يتصور البعض لأن البعض تسكونوا أوهام من نوع أن مصر بلد زراعي طبعاً مصر كانت بلداً زراعية ومجتمعات كتيرة كانت مجتمعات زراعية يعني لكن في النهاية الزراع مطلوب إصلاح أحوالها على قاعدة التخطيط الشامل لاستثمار قطع الأرض الصغيرة الصالحة للزراع والمياه المتوفرة في تحقيق أفضل إنتاجية وعلى أساس أولويات تتعلق بالتركيب المحصول وتتعلق بإحتياجات البلد وإلى آخر